موسيقى موسيقى حبيب طلبة طالبات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم معانا في مراجعة جديدة يارب نكون كلنا بخير يلا بينا نشوف المراجعة بتقولنا ايه السؤال الاول بيقول اكمل العبارات الاتية واحد بيبلغ عدد الاعصاب المخية الاعصاب دي اللي هي خارجة من المخ بتبلغ اتناشر زوج بينما عدد الاعصاب الشوكية اللي هي متصلة بالحبل الشوكي واحد وتلاتين زوج يبقى انا كده عندي تلاتة واربعين زوج عصبي في جسم الانسان رقم اتنين بيقاص الوزن باستخدام ايه ايه الا ده اللي باستخدمها في قياس الوزن اه الميزان الزنبركي ووحدة قياسه النيوتن ده نسبة للعالم اسحق نيوتن رقم تلاتة بيستخدم الترمومتر نقاط في قياس درجة حرارة الانسان اه باستخدم في قياس درجة حرارة الانسان الترمومتر الطبي ودوة تدريجه بيبتزي من خمسة وتلاتين درجة مقوية وبينتهي عند اتنين واربعين درجة مقوية واستقل المستخدم فيه هو الزيبق وعندي نوع تاني من الترمومترات اللي هو الترمومتر المقوي ودوة بقيس بيه درجة حرارة السوائل السؤال اللي بعده رقم 4 بيتركب العمود الفقاري من كان فقرة بيتركب من 33 فقرة لكن بين كل فقرة والتانية فيه حاجة اسمها الغضريف الغضريف دي عشان تمنع احتكاك الفقرات ببعضها وتمنع تأكلها السؤال اللي بعده بيقول السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد من امثلة مواد الجيدة التوصيل للحرارة هو مين تفتكروا مين برافو عليكم هو النحاس انه عندي جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة بس اسرع معدن جيدة التوصيل للحرارة هو النحاس رقم 2 وزن الجسم على سطح القمر بيساوي ستس وزنه على الارض لان القمر مفهوش جاذبية ارضية لكن الارض عليها جاذبية ارضية رقم 3 بيحضر الاكسوجين من فوق اكسيد الهايدروجين في وجود مين برافو في وجود ثاني اكسيد المنجنيز تفتكروا ثاني اكسيد المنجنيز كان ايه وظفته مين يا ترى يفكرنا برافو كان وظفته اللي هو عامل حفاز او عامل مساعد اللي هو بيسرع من النشاط التفاعل الكيميائي لكن ما بيقصرش على التفاعل وهو كمان ما بيتقصرش بيه ولا بيقصر على النتائج بتاعته السؤال اللي بعده بيقول الجزء المسؤول من المخ عن حفز توازن الجسم هو مين؟ هو المخيخ المخيخ هو المسؤول عن حفز توازن الجسم ومكانه بيكون اسفل النصفين القرويين رقم خمسة بتتصل العشرة ازواج الاولى من القفص الصدري من الامام بعزمة نقط عزمة القص احنا عارفين ان القفص الصدري فيه اتناشر زوج من الدلوع منهم عشرة متصلين مع بعض بعزمة القص ومنهم الاثنين زوج التانيين بنسميهم الدلوع العائمة لانهما مش متصلين مع الباقي او متصلين ببعضهم السؤال اللي بعده رقم ستة بيقول تحمي طبقة نقط الارض من الاشعة فوق البنفسجية بتحمي طبقة الاوزون الارض من الاشعة فوق البنفسجية وبكده انه كن خلصنا سؤال الاختياري يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه السؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على ما يلي واحد غاز ضروري لعملية البناء الضوئي ويستخدم في صناعة الخبل الغاز ده هو غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز ثاني اكسيد الكربون بيمتصه النبات اثناء عملية البناء الضوئي وكمان بيطلع فيه اثناء صناعة الخبز لان انا لما بحط الخميرة على المية والذقيق بيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون ودوة اللي بيدي العجينة الهشاشة والمسامية والطعم المقبول او الطعم الحل رقم اتنين مجدار ما يحتويه الجسم من مادة ده تعريف الكتلة بتاعة الجسم والكتلة دي بقسها بالميزان عند الميزان المعتاد او الميزان الحساس او الميزان الرقمي وكمان وحدة قياسها اللي هي الطن والكيلو جرام والجرام رقم تلاتة سائل في الدلون بتملأ به الترمومترات السائل دوت هو الزئبق والزئبق دوت عشان هو فلز يعني جاية التوصيل للحرارة وكمان سائل عشان كده بيستخدمه في صناعة الترمومتر رقم اربعة استجابة القائية من الجسم نحو المؤسرات المختلفة الاستجابة دي هي رد الفعل المنعكس رقم خمسة موضع اتصال طرفية عظمتين دوت بنسميه المفصل وانا عندي تلات انواع من المفاصل مفصل ثابت الحركة ومفصل واسع الحركة ومفصل محدود الحركة سادس حاجة بيقول غاز جزئه بيتكون من زرتين ويكون اهم جزء من البروتينات السائل الغاز دوت هو غاز النايتروجين لانه بيدخل في صناعة البروتين وصناعة البروتين دي مهمة في انه هو بيكون الخلايا الحية لجسم الانسان يلا بينا تشوف السؤال اللي بعده بيقول علن لما يأتي واحد بيوجد اختناق في الترمومتر الطبي الاجابة هنا هتكون الاختناق دوت موجود لعدم رجوع الزئبك بسرعة مرة اخرى للمستودع قبل اقراءة الترمومتر عشان اقدرار الترمومتر بسهولة ويوزر رقم اتنين مفصل الرقبة محدود الحركة لانه بيتحرك في اتجاه واحد احنا عارفين المحدود الحركة بتحرك في اتجاه واحد واسع الحركة بتحرك فيه جميع الاتجاه السؤال للرقم تلاتة بيستخدم غاز ساني اكسيد الكربون في اتفاق الحرائق لان غاز ثاني واكسيد الكربون من الخصائص بتاعته انه غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال بكده نكون خلصنا تدريباتنا النهاردة اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ويربق النجاح والتوفيق الجميع